مرتقون قصصٌ إسلاميةٌ وتاريخية نحن اليوم على موعدٍ مع نبيٍ كريم كان شديد الخشية لله عز وجل كثير البكاء حتى إنه كان على وجهه آثارٌ من كثرة البكاء من خشية الله تعالى قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الشهيد بن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذنب إنه يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام في ليلةٍ فقد نبي الله زكريا عليه السلام ابنه يحيى عليه السلام فقده ثلاثة أيام فخرج يلتمسه في البرية ويبحث عنه فإذا بيحيى قد احتفر قبراً وأقام فيه يبكي على نفسه فقال له يا بني أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأبحث عنك وأنت في قبر قد احتفرته قائم تبكي فيه فقال يا أبتي ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع البكائي فقال له أبوه ابكي يا بني فبكي يا جميع قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين قطرة من دموع خشية الله وقطرة دم تراب في سبيل الله فإن العبد لا يبكي حتى يبعث الله إليه ملكا فيمسح كبده بجناحه فإذا فعل ذلك بكى فيبن آدم إذا دمعت عينك فلا تمسح الدموع بسوبك ولكن امسحها بكفك فإنها رحمة من الله فما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا فكل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى وفي ليلة شعر نبي الله زكريا عليه السلام أن عظمه قد وهن وأن قدرته قد ضعفت وأن شعره قد شاب وبنوا إسرائيل يزدادون ضلالا وبغيا فدخل نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام محرابة ورفع يده إلى الله عز وجل بصوت منكسر خافت يدعو ربه عز وجل دعاء المضطر يستعطف ربه ويطلب الرحمة يرجو خالقه مستشعرا كبر سنه وشيب شعره ويقول يا ربي هب لي ولدا صالحا يريثني ويريث النبوة بعدي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب إني أخشى على بني إسرائيل الضلال فهم قوم غافلون رب أنت وحدك تقدر فامرأتي عاقر وأنا ضعفت قوتي لكن أنت رب المستحيل يقول بلسان حاله أدعوك ربي بصوت خفي ونداء خفي حتى لا يسمع بن إسرائيل دعائي فيسخرون مني فهم لا يعلمون رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا فجاءته البشارة من الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يا زكريا إنا جعلناه سيدا في الأرض يسود قومه وفقيها في العلم وحصورا مانعا نفسه من الشهوات والذنوب ولا يقرب النساء رغم قدرته فلا يولد له فيكون حابسا نفسه عن الشهوات معصوما عن إتيان الفواحش والمنكرات فهو المعصوم من الذنوب في أمان مني يوم ولد إلى أن يموت وفي أمان من عذاب يوم القيامة يوم الفزع الأكبر فلا يفزعه ما يفزع الخلق يا زكريا إنا وهبنا وحنانا منا فيكون رحمة للناس وجعلناه برا بكما لينا عليكما ولم يكن جبارا عصيا فلا يغلبه الغضب وعندما بلغ عمر يحيى ثلاث سنوات قال له الأطفال يا يحيى اذهب معنا لنلعب فقال لهم والله ما للعب خلقنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يحيى بن زكريا قلنا يا رسول الله ومن أين ذاك قال أما سمعتم الله كيف وصفه في القرآن فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صابية فقرأ حتى بلغ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأرض فقال ما كان معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذبحا ذكر في قتل يحيى عليه السلام وفي وفاته روايات كثيرة ومنها هذه الرواية فكان في زمان يحيى عليه السلام ملك طاغية وكان يحب ابنة أخيه وهي بغي فاجرة يريد الزواج منها وكان ذلك محرما في دينهم وكانت هي تطمع في الملك والجاه وكان الملك مجنونا بها فبعث الملك ليحيى عليه السلام ليحل له الزواج منها فأبى يحيى وقال هذا فسق وفجور وأعلن على الناس حرمة زواج البنت من عمها فامتنع الملك عن الزواج منها ووقع في صدرها الغل والكره والانتقام من نبي الله وقام الملك حفلا فقام الترقص أمام الملك حتى سلبته عقله وأرادها لنفسه فأبت وقالت لا إلا أن تتزوجني فقال لها كيف أتزوجك وقد نهان يحيى عن ذلك فقالت له إنني أريد مهري رأس يحيى على طبق من ذهب فأجاب الملك طلبها وبعث إلى يحيى بجنود حاصره وقاموا بذبحه ووضعوا رأسه على طبق من ذهب وقدموه للملك فلما مثل الرأس بين يديه فإذا بالدماء تفور وتغلي والرأس يتكلم ويقول له لا يحل لك فعل ذلك فأمر الملك أن ينهال التراب على رأس يحيى عليه السلام والدم يغلي ويعلو على التراب وسلط الله عليهم بعد ذلك ملك بابل فبغى عليهم وأبادهم فذبح الملك زوجه وابنته وسلط الكلاب عليهم حتى تأكلهم فغضب الله شديده فيا إلهي عليك أتوكل فلا تكلني وإياك أسأل فلا تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وببابك أقف فلا تطردني اللهم صلي وسلم على سيدنا يحيى وعلى أبيه زكريا وعلى كل الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة